بسم الله أبو الإبن وروح قدس إلا هنواحد أمين أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامجنا ساعة الهوى معنا في حكاية والحكاية بتاعتنا النهاردة أنا كل مرة بنكلم عن قديس أو عن قدسين أكتر من واحد لكن النهاردة هنكلم على كل قدسين هنتكلم عن موضوع بيجعلنا قوي اسمه صداقة القدسين وهتكلم معاكم بالذات على حاجة اسمها بركات صداقة القدسين بس قبل ما أخش فيها أقول لكم كده كنيستنا كنيسة تحب القدسين جدا تعيش إلا قدسين والمنهج ده منهج كتابي كنيسة ما اختراعتهش ده منهج تكلم عنه سيد المسيح لكن خليني أقول لكم كده أن الكنيسة حلويتها دايما تتكلم عن القدسين دايما تلاقي القدسين ليهم نصيب تلاقي الكنيسة تحطوهم في العشية وتحطوهم في باكر وتحطوهم في التسباحة حطوهم في القداس حطوهم في كل حتى في صلاة الأجبية لا قديسين موجودين مرة في شكل أربع ناقوس ومرة في شكل زكسولوجيات ومرة في شكل تماجيد وأجساد القديسين وعيقونات القديسين مالية كنيس القديسين دول كنز من كنوز اللي موجودة في الكنيسة والموضوع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة أنا وحضراتكم هناخد بركة ايه لما نصاحب القديسين قبل ما نصاحبهم لازم نتفق على حاجة مهمة قوي القديسين دولة دول الكنيسة اللي سبعتنا للسماء كنيسة فيه جزء منها عايش على الأرض وسميها كنيسة المجاهدة وفيه جزء من الكنيسة عايش في السماء هو الكنيسة المنتصرة دول القديسين اللي سبقونا للسماء فيهم قديسين الكنيسة اعترفت بقداستهم لسرتهم وسلكهم لتأسرهم اللي سبوه على الأرض أنا وانتو لما نبقى أصحاب القديسين دول اللي نعيش معاهم وعيش مع قديسين أو صداقة مع قديسين معناها منطقة البساطة أنا عارف سرتهم أنا بتشفع بيهم أيقوناتهم وصورهم قدامي دايما سرتهم وفضيلهم قدامي دايما مش مواجزاتهم احنا مش بنلغي المواجزة مش نلغي عاملهم لكن الحقيقة التركيز دايما على حياتهم طب أنا وانتو لما نصحب القديسين هناخد ايه هنستفيد ايه إلا هتغير في حياتنا خليني أبتدي معاكم بأول حاجة هتفرق معنا وقالها الكتاب المقدس كده على لسام بولوس الرسول قال كده على القديسين انظروا إلى نهاية سيراتهم وبعد كده نعمل ايه وتمثلوا بإيمانهم كأن الكتاب المقدس عايز يقول لنا كده كنيسة فيها قديسين عشان احنا نتعلم نتمثل بإيمانهم نشوف إيمانهم ده ونتمثل بيه الحقيقة سير القديسين من أكثر الحاجات اللي بتأثر في الناس وبتسيب أثر سير القديسين سلوكهم حياتهم فضيرهم وتغير حياة الناس خلينا ناخد مثال مثال واضح قوي قديس العظيم انب انطونيوس كنيسة عندنا تسميه العظيم انب انطونيوس عظيم في كل اللي عمله في اللي سابه وفي الطريق الرهبان اللي سلكه لكن خلينا أقول لكم كده إن سيرة انطونيوس ديت عملت فرق تمثلوا بإيمانهم ديت عملت فرق عملت فرق في حياة مين؟ حياة أغسطينوس مثلا خضركم تعرفوا إن القديس أغسطينوس كان بعيد جدا عن ربنا وكان ملحد وكان فيلسوف وكان عايش في الخطية وفي الزنا وأمه قديسة مونيكا داي خارة من بلد لبلد ومن مدينة لمدينة تقول له يا ابني توب يا ابني توب طبعا دموع أمه كانت العامل الأول في توبة وعماد ورجوع أغسطينوس وإنه يبقى قديس لكن هو يحكي كده من الحاجات اللي أثرت فيه إن في يوم الأيام واحد من صحابه كده جاب له كتاب سيرة أنتونيوس اللي كتابها قديس أثاناسيوس الرسولي سيرة أنتونيوس بقلم أثاناسيوس وأراها وكان تعليقه كده وتعليق زميله الفلسفة أن بينما يتجادل العلماء يتسلل بسطاء للسماء في ناس بسيطة وصلت للسماء وتأثر بشدة أغسطينوس بسيرة أنب أنتونيوس واشتهى إنه يبقى شبهه وإن حياته تتغير زي أنتونيوس أنب أنتونيوس ما سابش أثر في أغسطينوس بس لا ده حضركم لما تقروا كده تاريخ الرهبنة برا مصر فرنسا مثلا تلاقوا إن قصيرة قديس أنتونيوس أثرت في ناس خلتهم يغيروا مصارهم واتجاههم من الحياة العادية إلى الحياة الرهبنية أنا مش فارق معايا تغيير شكل الحياة لكن الفارق معايا إن الناس دي من خلال أنتونيوس العظيم عارفوا ربنا إيمان أنتونيوس رغم إن أنتونيوس ساب الأرض في نصف قرن الرابع الميلادي لكن أثروا قوي جدا وخلى ناس بالألاف وهتجسر أقول بالملايين تتأثر بقديس أنتونيوس وتحب ربنا من خلال سيرة أنتونيوس ومن خلال اللي عمله القديس العظيم أم أنتونيوس عشان كده سفر النشيد العريسي خاطب العروس كده يقول لها إن لم تعرف أياتها الجميلة فخرج على أثار غنم كأنه بيأكد المقولة بتاعت بولس الرسول اللي بيقول فيها انظروا إلى نهاية سيراتهم وتمثلوا بإيمانهم حطوا الاتنين كده جانب بعض وتلاقوا إن سير القديسين أو حياة القديسين ديت هي اللي بتوصلني الربنا هي اللي بتوصلني الربنا كام قديس لي سيرة مؤثرة الناس تأثرت بيها وحبت ربنا بسببه كام قديس حياة زي أنتونيوس في ألاف اللي تأثر بأنبى شنود رئيس المتوحدين واللي تأثر بالأنبى بخوميوس واللي تأثر بقديس مكاريوس واللي تأثر بموسى ليسود واللي تأثر بالقديس أغاثن قديسين كتير وناس تأثرت بيهم وناس خرجت وراهم عشان توصل لربنا وتحب ربنا فأقول لحضراتكم كده كل ما نتصاحب على القديسين نعرف سيارهم ونعيش حياتهم وندوق من اللي دقوه حينمشي ورا ربنا مش هنمشي ورا القديسين زي ما الناس بتقول كده لا 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 ده احنا هنمشي ورا ربنا هنمشي ورا ربنا عشان كده تبقى البركة الأولى والنعمة الأولى اللي هناخدها من سيار القديسين أو من صداق القديسين نحن هنوصل لربنا أو نتمثل بإيمانهم بربنا دي البركة الأولى اللي هناخدها من صداقتنا للقديسين بركة حلوة تانية هناخدها من صداقتنا للقديسين هي فهم وتطبيق الوصية بطريق صح خلونا نتفي كده الناس دي بقت قديسين لأنها سمعت كلام ربنا وعاشت وصية ربنا ونفزت الوصية أنا وحضراتكم قدامنا كل يوم وصية ربنا أو وصية ربنا ونقف قدام الوصية ونسأل ربنا يا رب هي الوصية دي بتتنفز ازاي هي الوصية دي قابلة للتنفيذ الأول ولا غير قابلة للتنفيذ ينفع نفزها ولا منفعش نفزها ولو ينفع نفزها طب هنفزها ازاي وحدودها ايه فتيجي حياة القديسين تجاوب لنا على السؤال دوت السؤال الأولاني هي الوصية ينفع تتنفز ايه ينفع تتنفز لما نحط وصية المسيح كده وحياة القديسين لا القديسين عاشوا الوصية ونفزوها مهما كانت الوصية صعبة مهما كان الوصية شكلها صعب في التنفيذ لكن لاقي قديسين سواء في كتاب المقدس او في تاريخ كنيسة عاشوا الوصية دي ونفزوها يبقى نمرة واحد حياتي القديسين هتقول لنا ان الوصية قابلة للتنفيذ نمرة اتنين تبقى حياتهم لو جاز التعبير ده وسيلة اضاحة لتنفيذ الوصية انا بص على حيات القديس دوت واعرف يعني ايه الوصية او ازاي تتنفذ الوصية بمعنى اضاق خليني اديكم امثل عشان دنيا تبقى واضح مثلا عندنا وصية من الوصية اللي احنا بنقف فيها حيرانين نقول يا رب انت مدينا وصاية احنا مش عارفين تتنفذ ازاي بتدينا وصالية ان احنا نصلي نصلي صليلك وينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل وصلي كل حين وعملت كررها يا رب طب دي نفسها ازاي فربنا يقوم زارع فستينا قديسين مستمتعين بحياة الصلاة مستمتعين بفكرة الصلاة المستمرة فنبص لحياتهم ونفسهم فنلاقي واحد زي الانباب شوي الرجل الكامل حبيبه خلصنا الصالح قديس العظيم دوت يعمل ايه يحب الصلاة ومن كتر حبه في الصلاة يخش القلاية بتاعته ويصهر طول الليل يصلي وعشان ما ينعس يقوم جايب كده حبل ربطه في حلقة في السقف والطرف التاني من الحبل ربطه في شعره عشان كل ما ينعس يلاقي الحبل بيشده كده ويخليه يكمل صلاة يا ده ده قصة فيها جاد وفيها تعب اه نبص على واحد تاني زي البابا كريلوس السادس قديس معاصر وقريب مننا وكلنا بنحبه كان حياته عبارة عن ايه صلاة 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 ونتعلم منه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل يطلع يصحف نص الليل عشان يصلي التسبح خلص التسبحة يقوم يصلي القداس وفي كل دول بيصلي المزامير بتاعته خلص التسبحة وخلص القداس قاعد بيقول المزامير بتاعته بسره وقاعد يصلي كل حين يصلي كل حين بمزاميره وخلص المزامير بتاعت الأجبية وخش على مزامير الكتاب المقدس وعرفنا كده انه كان لما يخلص كل دول يقوم يكمل على صلاة ابو غلامسي الصلاة الكتاب المقدس الباقي ويقعد يصليها ويقعد يتلزز بتلاوة الصلاوات دي ايه ده ده بيطبق فكرة ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل شبه ابونا مخايل ابراهيم ويبان يبان انه مصل انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل الاختبار لحضراتكم كلكوا عارفينه ان البابا كرولوس لما تعب واحتاج انه يعمل عملية وبنجوه لا اقول اللي بيخرج منه في البنج ايه صلاة فوضح انه بقى معجون بالصلاة معجون بالصلاة دي وصية ما كنش هنعرف انها قابلة للتنفيذ الا لما نشوف القدسين دول ولا انا بقوله لحضراتكم دعينا لان فيه كتير من القدسين جهدوا وتعبوا في الطريق دوت عندنا وصية تانية اسمها وصية المحبة وربنا صعبها قوي قبل كده احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا لمبغضيكم صلوا لاجل الذين يسئون اليكم يا رب طب الوصية دي نفزها ازاي دي بالمنطق البشري صعبة جدا في التنفيذ بالمنطق البشري مش صعبة لا دي مستحيلة التنفيذ انا وحضراتكم نفزها ازاي هي حد نفزها اه تعالوا نتفرق تعالوا نتفرق عندنا كنيسة بقدسيها كتير منهم عاش الوصية ديت عاش الوصية دي احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم حسنوا لمبغضيكم صلوا لاجل الذين يسئون اليكم مين عاشها انا مش هديكم اسم شخص لا دي انا هديكم اسم شعب شعب بحيله بتاع مدينة كاملة اسمها اسنا اسنا موجودة لغاية النهاردة جنب القصر اسنا مدينة الشهداء اكتر من قدمت شهداء في عاصل الاستشهاد الروماني اسنا ديت عملت عمل محبة جميل يعبر عن احب اعداءكم انه لما هديت شوية حركة الاستشهاد ومعدها كتيبة من الجيش الروماني كان فيها الشاب الوسني بخوميوس اهل اسنا طلعوا بمحبة باكل لهذا الجيش انتو عارفين مين الجيش اللي معدية او الكتيبة اللي معدية قدامكم مقاضي من الجيش طاع الامبراطور اللي موت اهلينة واجددنا خلانا احفاد شهده كانت ترخرهم خرجن لهم باكل بتقدموا لهم محبة بتقدموا لهم احسان احسنوا الى مبغضيكم ده الامبراطور بيكره حاجة اسمها مسيح ومسيحيين قال لك اه تتنفذ احسنوا الى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم صلوا لهم يصلوا لهم فهدي المحبة تكتذب الشاب بخوميوس ويبقى الانباب خوميوس ابو رهبانة الشركة احسنوا الى مبغضيكم شفناها في المعلم إبراهيم الجهري لما أساوه لأخوه جرجس واللي بيسيئ لأخوه جرجس راح بعطله هدايا وبعطله بركات فتحول هذا قلب المسيئ الى قلب محب ايه ده؟ يعني النمازج دي موجودة وانا قديت هنا النمازج بتاعة تنفيذ الوصية دي بالذات من ناس بسيطة انا ما قلتش رهبان ما قلتش كهنة ما قلتش أصغفة ما قلتش بطارك رغم ان فيه ناس من هدي الرتب عملت كده ده أنا قديت نموذج بشعب بسيط شعب إسنا أهلينا جددنا وحبيبنا طيب أهل إسنا قديت إبراهيم الجهري اللي كان في شبه منصب رئيس وزراء ايه ده؟ ده الناس دي بتنفذ الوصية؟ اه بتنفذ الوصية عشان كده أنا وحضر لكم لما نقرأ هذه الوصية ونقرأ هذه الآية نقول تتنفذ ولا ما تتنفس لا الحقيقة تتنفذ لا الحقيقة تتنفذ والدليل على كده أهو إبراهيم الجهري إبراهيم الجهري وقبليه أهل إسنا وهكذا تلاقوا إن الكنيسة بقدسيها عيش الوصية عشان كده بقول لكم القديسين كانت حياتهم وسيلة إضاح لتطبيق وتنفيذ الوصية فأنا لما اتصحب على القديسين هلاقي قصة بقت حلوة اتصحبت على الأنباب شوي والعلى البابا كرولوس هتعلم الصلاة اتصحبت على أهل إسنا هتعلم محبة الأعداء اتصحبت على أنباب رام أسخف الفيوم متنيح قديسي قرن العشرين هتعلم العطاء وهكذا كل قديس هتلاقي إن أنا بتعلم منه وصية إزاي أعيشها وإزاي أن نفسها وبليها تقول إن الوصية قابلة للتنفيذ صداقة القديسين ممتعة لها بركات قلنا أول بركة لها إن أنا هتمثل بإيمانهم توصلني لربنا والمحبة ربنا البركة التانية هتعلمني إزاي أنفذ وصية ربنا البركات كتير كملها لكن بعد ما نخرج لفاصل قصير نرجع نكمل بركات صداقة القديسين للهنة كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين ترجمة نانسي قنقر 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 منهم شهدوا للمسيح منهم علموا أجيال واللي ملص حراره بان واللي حافظ على الإيمان واللي كارش تنغداد بس يوم وصل عوات من نار موسيقى 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 لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد 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 بسم الله ابنك الوحيد بسم الله ابنك الوحيد بسم الله ابنك الوحيد أهلا محضراتكم مرة تانية وبنمجنا ساعة الهوى معنا في حكاية وحكايتنا النهاردة عن صداقة القديسين قلنا أن القديسين غاليين في كنيسة كنز من كنوز كنيستنا القديسين اللي احنا بنصحبهم وبنفرح بوجوتهم جوه كناهيسنا وجوه بيوتنا وجوه حياتنا خدنا أول بركة من بركات صداقة القديسين تمثلوا بإيمانهم نتمثل بإيمانهم ونوصل ربنا من خلال سيارة القديسين وخدنا نموذج الأنبى أنتونيوس وزاي سيرة أنتونيوس وصلت ناس كتير مش بس في مصر لكن في العالم كله إلى محبة وإلى معرفة ربنا يسوع المسيح لكل مجد النقطة الثانية اللي خدناها في صداقة القديسين إزاي أن صداقة القديسين تخلي الإنسان يعرف ينفذ ويعيش وصية ربنا وخدنا تعبير أن حياة القديسين هي وسيلة إضاح وسيلة إضاح لتنفيذ الوصية وخدنا نموذج أهل إسنا والناس طيبة بتاعت إسنا إزاي اكتذبت القديس بخوميوس بمحبتها لمن أسأليها إبراهيم الجهري وإزاي أحسن إلى المسيئين لأخوه جرجس الجهري فاكسبهم وصاروا بدل من مسيئين صاروا محبين خدنا وصية الصلاة أمباب شوي ووصية الصلاة برضو البابا كرولوس العطاء الأمباب رام وإزاي قديسين دولة كانوا صورة حلوة لتنفيذ وصية المسيح طبعا نحتاج بقى نطبع على بقية الوصاية ويبقى تدريب لذيذ نعمله القديسين والوصاية ناخد نقطة كمان مهمة أوي وبركة كمان حلوة ناخدها من حياة القديسين بركة دي اسمها بركة الرجاء حقيقة حياة القديسين تدينا رجاء يعني إيه تدينا رجاء؟ يعني إيه تدينا أمل إن إحنا ممكن نبقى قديسين لو حضراتكم تبعتم سير القديسين هتلاقي إن القديسين دولة فيهم اختلافات وكل اختلاف في حياتها القديسين دول يديني رجاء يعني هل كان يعقل في يوم من الأيام إن إنسان حرامي قاتل أتلة رئيس عصابة شرس يعبد النار ما يعرفش ربنا في يوم من الأيام يبقى قديس آه يعقل جبناها منين؟ قديس موسى الأسوى والتمام القوي الأنبى موسى ده لقبه في كنيسة بجورث واب أفا موسى القوي القديس أنبى موسى فاتي الديني رجاء طب ده أنا عايش في الخطيئة وغير أن في الخطيئة ومستمتع بالخطيئة ومستمتع بالدنيا وملزات الدنيا ليه رجاء بقديس؟ آه ليه رجاء ما أغسطينوس كان عايش كده أغسطينوس كان عايش كده ورغم عيشته ديت لكن الله افتقده وصار وتجاوز أغسطينوس معنامة ربنا وصار أغسطينوس القديس العظيم الأسقف أغسطينوس فسيار القديسين تدينا رجاء تدينا رجاء أن مهما كانت سيرتنا الأولى لا لينا أمل لا ده مش بس كده ده لما بصوا في القديسين تلاقي القديسين في كنيستنا فيهم تنوع جميل قوي فيهم الأطفال فيهم الشباب فيهم الراجل والست العاديين فيهم الناس الكبيرة في السن وكل دولة يده تنوع أنا ينفع بقى قديس بعد ما عد العمر يجيلي قديس بولس البسيط يقول لي ما تلاقش ده أنا أطرابنت ورحت أغسطينوس وأنا شيخ عجوز وصارت في طريق قديسة وبقى واحد من قديسين الكنيسة الحلوين طب والأطفال يا أطفال مليين سارة قديسين زي القديسين اللي بنحبهم كرياكوس قديسة بنوب قديسة زكريا الطفل تلاقي الأطفال كتير كتير سارة الأطفال القديسين كتير طب وستات عندنا طبعا ست كل الست العضرة وعندنا قديسة دميانا وعندنا قديسة مارينا وقديسة بربارة وقديسات ما انتهيش عاداتهم والشباب والقديسين الرجال اسميهم كتير عايز تقول ايه عايز اقول كده ان كل واحد له رجاء ان يكون قديس ايا كانت المرحلة العمرية بتاعتك ايا كان نوعك ايا كانت حلتك عندنا قديسين كانوا في منطقة الفقر من بداية حياتهم زي امبر ويس عندنا قديسين اغنية زي ابراهيم الجوهري عندنا قديسين كانوا بيشالوا في وظيف حكومية ووظيف عالية زي البابا غبريال ابن توريك زي ابراهيم الجوهري عندنا ناس كانت بسيطة في تعليمها وبسيطة في حياتها ومع ذلك صاروا قديسين في ايتام اي حاجة هتدوروا عليها هتلاقوا طلع اي حالة هتدوروا عليها هتلاقوا بعدها هتطلع قديس ده حتى حتى اللي ماشي دلوقتي في حياته بتهون ودلع هلاقي ناس تشفع فيه اقولكو على واحد كلنا بنحبه وكلنا مديونين له بالفضل وكلنا مفروض نكرمه اكتر ما من نكرمه من كده بكتير قديس العظيم ماري مورقس كاروس ديانا المصرية ماري مورقس ماري مورقس لما تقروا كده في سيرته حضراتكم حافظينها فخلونا نرجع فيها حاجات قصة ماري مورقس دي لوحدها هتدي رجال ماري مورقس ده مولود في بيت مريم القديسة اللي ادت المسيح العلية بتاعتها وعمل فيها خميس العحد طيب وبعد خميس العهد مورقس كان واحد من السبعين رسول اللي ماشيين ورا المسيح جمي وبوضع المسيح ماري مورقس كان قريب اللي عساكر جمي مسيكو ماري مورقس سبثيابه وجري هربان الوحيد اللي ذكرها ماري مورقس في إنجيله ماري مورقس اللي ذكرها عن نفسه وجري هذا الشاب عريان ماري مورقس ما فيش شجاعة كده طف جنب المسيح وتدفع عنه طيب معلش مالباقين هربوا معزور من الباقين اختفوا ليك عذرك يا مريمورقوس ويحل يوم الخمسين على المجتمعين حل روح قدس على مريمورقوس مع كل المجتمعين ويخرج للخدمة شوية هنا وشوية هناك لغاية ما ييجي بولس الرسول وياخده معاه وفي الرحلة التبشرية الأولى وفي الرحلة التبشرية الأولى دي مريمورقوس ما يكملش وسيب بولس الرسول يكمل الرحلة ومريمورقوس ما قدرش يكمل ييجي يطلع بوليس الرحلة التانية يقولون يخد مرقص قال لهم لا لسابنا في بنفلية البلد اللي مشي عندها مرقص ما يكملش معانا بوليس يقول له ما ينفع الشيخ دم دلوقتي ايه ده دي بداية ماري مرقص اه دي بداية ماري مرقص بس الحقيقة البداية لا تعبر عن نهاية ياخد برنابة برنابة ده رسول شاطر واريب ماري مرقص ياخده ويجهزه ويعلجه ويصلح فيه الأخطاء وهصير ماري مرقص كاروز ينزل على الخمس مدن الغربية وبعد كده على مصر ويبشر في مصر بشارة عظيمة لدرجة احنا بنقول كده على ماري مرقص في باكر نقول عنه كده انه مبدد الأوثان لان حصل مع ماري مرقص اللي حصل مع المسيح ان ماري مرقص ماشي في شارع اسكندرية الاصنام تقع وصار مبدد الأوثان مصر وصار كاريزها الأول صار كل واحد مننا مديون الماري مرقص انه هو جاب المسيحية مصر قل له كدت الخيرك يا ماري مرقص وكتب انجيل وعمل مدرسة لهوتية ورسم أساق فوشة مامسة وكهنة عمل عمل عظيم قوي ايه ده ماري مرقص انت عمل كل ده اه طب ده بدايتك ما تشاورش على كده معلش البداية لا تعبر عن نهاية فانا وانتو لما نقرى سيرة ماري مرقص حتى لو احنا دلوقتي في حالة ضعف في حالة تهاون في حالة خمول في حالة كسل في علاقتنا بربنا حتى لو كانت علاقتنا بربنا في منتهى الضعف يلا بتدي وماري مرقص يدينا رجاء ده اللي انا عايزة اقوله صدقتك قدسين تعمل ايه؟ تنقل الانسان من اليأس الى الرجاء لان زي ما بقول حضراتكم القدسين بتنوع حالتهم بتنوع وعنوحهم بتنوع ظروفهم بتنوع سرتهم بتدينا رجاء لانه هلاقي نفسي شبه واحد منهم ممكن ابقى شبه ماري مرقص ممكن ابقى شبه ماري مينة ممكن ابقى شبه قديس أبو سيفين ممكن يعلم هطلع شبه مين بس اكيد هلاقي حد شبهي وهذا الشبه يعطيني رجاء انه ربنا قادر انه يخلق من او يحول اي واحد مننا الى قديس شبه الناس الحلوديت فسير القديسين تعطي رجاء عشان كده من فضلكم ما بصوش لمعجزاتهم لكن بصوا لحياتهم وجهاتهم وطلعوا من بيئة شكلها ايه عشان تدينا رجاء احنا اوقات بنركز على معجزات القديسين بس فنفقد الرجاء لا ايدنا هتنور ولا علينا هتنور زيادة ولا حاجة لكن خلينا نقول ان احنا نبقى شبههم في قداسة في محبة الله والقرب من الله يبقى سيرة القديسين او سيرة القديسين او صداقة القديسين تعطي الانسان رجاء لا مش بس تديه له رجاء ده اقول لحضراتكم حاجة حلوة ان صداقة القديسين تديني احساس ان انا مسنود اه صداقة القديسين بتسند صداقة القديسين بتسند اقول لها لحضراتكم بمعنى بسيط جدا احنا قد نكون مختبرين في حياتنا على الارض انا اللي اقول لها صاحب جدعة صديق جدعة حسن انا مسنود او ليا قريب جدعة حسن انا مسنود انا بقى ليا اصحاب من القديسين وانجاز التعبير كلهم جدعان كلهم قادرين انهم يعملوا حاجة القديسين دولة حياتهم تعمل ايه اه او سيرتهم تعمل ايه تديني احساس بالسندة احساس بالسندة القديسين واحدة من الصفات اللي خليتهم قديسين ان عندهم محبة للاخرين عندهم محبة لكل الناس وعندهم استعداد انهم يخدموا كل الناس ست قديسين ستنا كلنا الست العضرة تكروها كده في عرص قناة جليل عملت ايه ده تكاتل فرح ما دعوه الفرح لكن الست العضرة تسند اهل الفرح ازا انا اقول خمر خلص بدل ما تقعد تقول كلام سلبي ولا تقول انا مليش دعوة لا تطلع المسيح وتقوله ليس لهم خمر وتصرف وتجري عالخدام وتقول لهم مهما قال لكم ففعلوه ايه ده ده الصديق اللي بيسند او قديس اللي بيسند سندت اهل البيت سندت اهل العرص فصاروا مطمئنين انهم مسندين على سحابة الشهود اللي بتسند وبتقوي قديسين في الكنيسة بيصلوا عن نينة احنا الكنيسة بتعلمنا كده ان احنا نصلي عن كل انسان وعن كل مكان وعن كل كنيسة واحنا على الارض في قدسنا وفي صلاواتنا الخاصة الكنيسة بتعلمنا كده طب والقدسين اللي طلعوا السماء بيعملوا ايه هيبطلوا صلاة عننا هيبطلوا صلاة عن الكنيسة هيبطلوا صلاة عن احتياجاتنا الروحية والمادية لا الحقيقة مش هيبطلوا صلاة ده هيفضلوا بيسندونا هيفضلوا بيسندونا سندة القدسين سندة ممتعة حلوة قوي ان انت تحس ان ليك ظهر حلوة قوي ان تحس ان ليك ظهر وطبعا بيسندونا بصلاواتهم اللي بفعوها للمسيح عشان ربنا ينقذنا أو يسندنا ويتمجد اسم الله أقول لحضراتكم كده أن سندة القديسين أو اللي متصاحب على القديسين ممتعة من أشهر الناس اللي كانت متصاحب على القديسين بابا كرولوس وصدقته الماريمينة ويمكن قلتها لحضراتكم قبل كده لما البابا كرولوس في أول البطرياركية بتاعته قبلته مشاكل وكان لسه بيبني دير ماريمينة جديد راح على الدير يعتكف ويصلي ووصل الدير مهموم من المشاكل اللي شايفها ودخل يصلي عشية وهو بيصلي عشية كده وقت الزكسولوجيات تلميه واحدة من تلميذ والشمامسة اللي وقفين حواليه لهو بيبتسم وما كانتش من عادة البابا كرولوس إنه يبتسم فبعد العشية رح قاله سيدنا انت ابتسمت في العشية اتحكت بابا كرولوس كان وقور وجد جدا قاله حاول يغلوش عليه كده ويتواهو لكن كان مصر الشماز ده فقال له احكيلك بس ما تحكيش غل لما روح السماء انا كنت جاي مهموم الدير وشايل هموم الدنيا وبصلي وبصلي الربنا اقول له يا رب اسند يا رب نسيني يا ماريمين نسيني فلاقيت ماريمينة زهار لي ولاقيت ماريمينة كده راح قال لي واحنا عمرنا سبناك ما احنا دايما جنبك وراح كده منزغزغه في جنبه فابتسم البابا كرولوس وصار فرحا ومطمئنا لانه مسنود على سحابة الشهود على القدسين اللي بيصلوا عننا واللي موجودين حوالينا في كل مكان حقيقة المواقف والقصص دي لا تنتهي لو فيه وقت احكي لحضركم قصص كتير على سندة القدسين وديه اللي بيتصاحب على القدسين دوت مسنود على ربنا بقوة مسنود على ربنا بقوة مسنود على ربنا بقوة بكررة حشان تثبت في أسهان حضراتكم احنا خدنا براكتين بسرعة كده تانين من صداق قدسين قلنا ان صداق قدسين تدي رجاء صداقة قدسين تدي سندة في الجزء الاول من حلقتنا قلنا بتمشينا في طريق الإيمان تعلمنا ازاي نفذ الوصية سازم حضراتكم هنخرج الفاصل مرة تانية ونرجع نتقابل معاكم مرة تانية مع الأسئلة اللي منستقبلها من حضراتكم على أرقام تلفنات البرنامج اللي بتظهر على الشاشة فاصل لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين تانين من صداق قدسين 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 إن جيب چوئي سيسوس إن جيب چوئي سيسوس وطن الحقيقي فؤماء اليسور وطن الحقيقي فؤماء اليسور وطن الحقيقي حقيقي فؤ في السماوات وطن الحقيقي حقيقي فؤ في السماوات أعداه لي عربو يسو عربو يسو وطن الحقيقي وطن الحقيقي وطن الحقيقي بسمي نامين رتي عرب عرب إني تنقب بسمي أميني خينفني شاطف إي إن جي إيسوس شاطف إي إن جي إيسوس وطن الحقيقي فوق مع اليسور وطن الحقيقي فوق مع اليسور يا أحباء احفاظوا احفاظوا مصبيحكم دائماً يا أحباء احفاظوا احفاظوا مصبيحكم دائماً مملؤ بالزين حتى ياتي يسوع حتى ياتي يسوع مصبيحكم دائماً مصبيحكم دائماً يا أبوالي ابن روح قدس إلها الواحد أمين أهلاً بحضر لكم مرة تانية وبالنمجنا ساعة الهوى معنا في حكاية وحكايتنا النهاردة كانت عن صداقة القديسين القديسين كنز من الكنوز الموجودة في كنيستنا وقلنا أربع بركات نتمتع بيها لو بقينا أصدقاء مع القديسين البركة الأولى هي الإيمان أو نتمثل بإيمانهم البركة الثانية إن إحنا هنعيش الوصية أو نشوف الوصية بتاعت ربنا تتنفذ إزاي البركة الثالثة الرجاء البركة الرابعة والأخيرة في اللي قلناهم إن أحس إن أنا مسنود ولية ظهر هيا البركات دي كلها هتمتع بيها لو دخلت في صداقة القديسين وزي ما قلت لحضراتكم كده صداقة القديسين معناها إن أنا عرف سيرتهم أطلب وجدهم أطلب صلواتهم أطلب شفعاتهم أيقوناتهم وصورهم قدامي حياتهم وفضائلهم مشغول بيها دي هي صداقة القديسين اللي إحنا بنتكلم عليها واللي كنيستنا بتفرح وتتمتع بيها أستاذ الحضر لكم ناخد جزء من الأسئلة اللي وصلت السؤال الأولاني بيقول متى أمر الله بتقديم الذبيحة في العهد القديم حضركم معارفين إن أول زبيحة أول زبيحة تقدمت تقدمت في الفردوس لما آدم وحوة وعه في الخطيئة كسر وسيط ربنا وربنا دور على آدم وحوة في الفردوس فآدم وحوة استخبه فربنا قال آدم 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 أين أنت الآن فقال له ربنا كده سماعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبات قال له أكلت من الشجرة تعرفت من إنك عيان هل أكلت من الثمرة قال له يا رب المرأة التي أعطتني اديتني أكل ويعني يعني في الخطيئة يا رب فيقول الكتاب كده إن ربنا راح في الحال عمل لهم أقمصة من جلد وسطرهم وقال إن دي أول زبيحة اتقدمت إن من هذه الزبيحة ربنا عمل أقمصة من جلد وسطر بيها أدم وحوة وصار تقليدا أو صار أمرا من الله لأدم أولاده اعتادوا إن هما يقدموا زبيح فنلاقي قينه هبيل بقدموا زبيح نمش شوية نلاقي نوح بقدم زبيحة نمش شوية نلاقي إبراهيم بقدم زبايح نلاقي أيوب بقدم زبيحة نلاقي إسحاء بقدم زبيحة نلاقي يعقوب بقدم زبيحة وهكذا استمر تقديم الزبيحة لغاية ما ربنا قاله بمنطقة الوضوح هو بيدي موسى أصفار موسى الخامسة أو أصفار الشريعة وفي سفر اللويين ربنا حدد له تقديم الزبيحة أو تقديم أنوايا الزبايح لربنا بيطالب بني إسرائيل إن هما يقدموها وشرحها بمنطقة تفصيل في سفر اللويين خمس زبايح مذكورين في أول سبع إصحاحات من سفر اللويين والذبايح كلها زي ما حضراتكم عارفين كده تشير إلى عمل المسيح الخلاصي والفداء اللي قدموا ربنا يا سؤال المسيح لكل مجد على عود الصليب السؤال بعد كده السؤال ده الحقيقة مهم كيف أعيش حياة التقوى مع المسيح كيف أعيش حياة التقوى مع المسيح حقيقة السؤال ده مهم وأقوله لحضراتكم كده في خطوات عملية بس قبل ما ناخد شوية خطوات سريعة زي عيش حياة التقوى خلينا أقول لحضراتكم لازم نجاوب السؤال المهم أنا عايز فعلا أعيش حتى التقوى بجد ولا لا إذا كانت الإجابة آه ننفذ الآتي حتى التقوى تبدأ نمر واحد بعشرة مع الله من خلال الممارسات الروحية البسيطة اللي حضراتكم عارفينها الصلاة والصوم والتوبة الممارسات الروحية المستمرة وإراءة الإنجيل طبعا كل دي ممارسات تقود الإنسان إلى التقوى نمر اثنين حفظ وصية ربنا أعرف وصية ربنا أنا أتقي ربنا يعني إيه أنا أخاف ربنا أعمل حساب ربنا طب هعمل حساب ربنا في إيه لازم أبقى عارف الوصية نمر اثنين أحيا حياة التوبة ويبقى لي أبقى اعتراف ومرشد روحي بيتابعني بس أبقى نفسي أنا عايز ولا لأ إذا كان آه يبقى عشرة مع ربنا نمر واحد نمر اثنين أعرف الوصية نمر ثلاثة توبة نمر أربعة إرشاد أب روحي إرشادني ويتابعني أنا ماشي في حياة التقوى ولا لأ معنا اتصال سألوة فضالي مساء الخير يا بونا كل سنة وقتك طيب كل سنة وقتك طيب وقتك طيب من فضلك أنك كنت عايزة أسأل قتك سؤالين سؤال الأولاني هل الصيوم اللي ما بيكونش انقطاعي بيبقى الصيوم مقبول ولا لأ والسؤال الثاني إزاي الواحد ينتصر على عدم الإدانة يعني السؤالين دول من فضلك يا بونا أنا إذا نتوضيحيهم حاضر بعد إذنك تفضلي السؤال الأولاني طبعا الصوم اللي انقطاع الصوم الصوم في أصله هو امتناع عن الطعام لفترة معينة ثم الإفطار على أكل نباتي أكل خالي من الدسم الحيواني ده تعريف الصوم الأكاديمي بتاعنا طبعا هنا واضح أن الصوم لازم يبقى فيه نوع من أنواع الانقطاع ونوع من أنواع الترك طيب أنا مش بقدر أصوم انقطاعي لظروف صحية مش بقدر أصوم انقطاعي لظروف معينة موجودة في حياتي أين كان السبب دوت أنا برجع على أبا اعترافي باخد منه الحل على كده أو باخد منه ما يناسبني من تدريب إن شاء الله أبا اعترافي يقول لي صوم انقطاعي خمس دقائق من ساعة ما تزحر حسب كل إنسان وحسب الطاقة بتاعته ده الإجابة على السؤال الأولاني إجابة السؤال التاني بتاع حضرتك إزاي أهرب من خطية الإدانة زي ما أعش في الإدانة الحقيقة الطريق اللي حطوا المسيح كده قال لنا لا تدينوا لا كي لا تدانوا أفتكر القصة دي إن أنا عشان لو دنت لو أنا وقعت في خطية الإدانة أنا مش من حقي إن أنا أقول لي ربنا لا تدني ربنا أقول لي ما أنت بالدين وبالكال الذي بيتأكلوني وكال لكم عشان أهرب من حتة الإدانة لازم أفكر نفسي لو أنا دنت ها أدان لو أنا دنت ها أدان وافتكر كده إن أنا باختصب حق من حقوق ربنا لأنه هو الوحيد الديان وبنقول عليه الديان العادل لمرة ثلاثة وأنا أعرف كل الظروف عشان أقدر أدين ولا قدامي بس بدين على اللي أنا شايفه لو افتكرت دول بتيالي هاي ساعدوني إن أنا أهرب من خطية الإدانة معنا اتصال آخر هيبة تفضع لي أهلا بيك كنت أنا طيبة وأنت طيبة لا لا يعني خلينا واستاذينك لأول وطي التلويزيون عندك أول حاجة الأحلام خلينا نرجع كده إحنا بنشوف إيه وبنسمع إيه وبنتكلم في إيه وبنفكر في إيه وهنا رجعه لأب اعترافك برضو هيساعدك ويديك تدريب عشان الموضوع دوت أما إن أنا قدمت ندر ومش نسياه هدي الأول النصيحة وبعد كده أقول لحضرتك من فضلك أي حد يندر ندر محدش يندر قبل ما يرجع لأب اعترافه أرجوكه نمرة اتنين لو ندرت أي ندر أكتبه لأن أنا أدم ندرت أنا ملزم بتنفيذ هذا الندر عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا كده ألا تنذر خير من أن تنذر ولا توفي عشان أوفي لازم أكتب الندر دوت وسجله قدامي نمرة ثلاثة بإيمان وبساطة كده صلي لربنا وقولوله يا رب فكرني بالندر دوت وإلى ذلك الحين يعني طبعا مش هتنفزيه لأنك مش عارفاه صلي وربنا يفكرك بيه وممكن ترجع لأب اعترافك لو أعرف شخصيتك كويس يساعدك في الحتة دي معنا اتصل تاني تفضل حكيمة أستاذ حكيمة تفضلي أيها سلام سلام أهلا بيك ماذا أتسك يا بابي نشكر ربنا أهلا بيك تفضلي أتسابنا معلش أسر أقول لأ أتسك على حي ما حصل معي هي بعيدة عن الموضوع تتكلم في أتساب تفضلي الموضوع الحصل معي أنا من أربع من ثمان شهود تحصل لحاجات غريبة شائتي بحس النفس غريب رحة كريهة جدا تشائتي أتخيل حاجات من أحد مش بالشقة فلوس بضيع من شائتي أقرب حاجة نهاردة أبوزي أبض المرتب شيلات الدولاج وقفل عليه ملقتوش في المفتاح معي أنا قلت تتكلمت مع روضان كتير وأبقى كهنة كتير وقال لده معمول في عمل بالحاجة اللي بتحصل لده في الشقة مع الصلوات ومع بيك أبونا الصلالة في الشقة الرحة الكريهة ونفس الغريب اللي شائتي بطلت أحسي به بس الفلوس بالفعل لده الغريبات تتأخذ أنا طلب صلاة قصك أولا الثاني حاجة لو قصك تقدر تقول لي أعمل إيه وروح فيه لبالك الشكر من بعد ربنا طبعا يعني العضاك عملتي ده ده حاجة مهمة قوي حد من الأباء يصلي في البيت يصلي صلاة تبريك مسحة مرضى يشمكوا بالزيت الصلاة والمزامير في البيت على طول البيت كله يقدم توبة واعتراف في أسرع وقت وتوبة حقيقية واعتراف كامل من كل الناس اللي في البيت تتناولوا باستمرار وبانتظام شديد جدا حد هيصلي في البيت يرش لكم ميت ميت بركة ميت لقان ترش في البيت نعترف في أقرب فرصة نعترف كلنا كل البيت مش شخص واحد وفي نفس الوقت نتناول كتير نصلي مزامير كتير ربنا يرفع عنكم للأسف احنا وقت الحلقة بتاعنا النهاردة امتهى اعتذر عن بقية الاسئلة لكن خلينا نرجع مع بعض احنا كان النهاردة موضوع الحلقة بتاعتنا صداقة القديسين القديسين جنز من كنوز الكنيسة الجميلة والمؤثرة تعالوا ناخد تدريب صغير أنا وانتم نتصاحب على القديسين نتشفع بيهم نعرف سيارهم نقرأ عنهم نحط ايقوناتهم قدامنا كل واحد يختال له قديس اثنين ثلاثة عشر مية مش بيغيروا من بعض وكل ما كترت كل مكان ليك قوة وليك ظهر أقوى البركات اللي هناخدها افكركم بيها تمثلوا بإيمانهم واحد نمرأ اثنين انفذ الوصية نمرأ ثلاثة الرجاء نمرأ اربعة انا مسنود بالقديسين ربنا يدينا ان احنا نتمتع بيدي الحياة المقدسة نتمثل بإيمانهم ننظر إلى نهاية سراتهم ونتمثل بإيمانهم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين اشتركوا في القناة